هل تعلم أن هناك 4.7 مليون عظة كلب كل عام في الولايات المتحدة وحدها؟ يتم تربية أنواع مختلفة من الكلاب للحراسة والقتال والحماية وبعضهم لديه عضلات ذخمة وأسنان طويلة وحدة وقوة لا تصدق هل سمعت عن كلب لديه قوة عظة الأسد؟ أو كلب كبير بما يكفل اللاعب مع نامر كامل النمو؟ سنلقي اليوم نظرة على بعض من أخطر الكلاب في العالم الأباي تعرف أيضا باسم سلالة الراعي الأسيوية المركزية وتعتبر من أكثر سلالة شجاعات في العالم وقد يرجع تاريخ هذه السلالة القديمة إلى ما يقرب من خمسة ألاف عام وفي حالة وجود تهديد ستندفع الكلاب لمهاجمتها يمكن أن يزن الكلب من هذه السلالة من ثمانون إلى مئة وعشرة أرطال ويقول بعض الخبران قوة العظي لدى هذه السلالة يمكن أن تتراوح من خمسمائة وخمسون إلى سبعمائة وعشر أرطل لكل بوصة مربع ويتقريبا بنفس قوة كانغال انظر إلى هذا الكلب الذي يلعب مع نامر كامل النمو بدون أي خوف على الإطلاق يمكنك أن ترى مدى حجم الكلب مقارنة بالنامر تخيل كم سيكون رأي عن امتلاك كلبا من هذه السلالة كحيوان أليف بلجيم إلينوي غالبا ما يتم الخلط بين كلاب الرعي هذه والرعاة الألمان لقد تم تربية سلالة بلجيم إلينوي من أجل الرعي لكنها تعمل الآن ككلاب بوليسية وعسكرية لأنها ذكية كثيرا ورياضية لكنها تحتاج إلى تمرين يومي مع التدريب والرفق وإلى ستصبح مدمرة وهذا بالطبع آخر شيء تريده يتراوح وزن الكلب الذكر من 55 إلى 65 رطلا إنه بتاكيد ليس كبيرا مثل الكلاب الأخرى في الفيديو لكن من ينقصه في الحجم يعوضه بالعدوانية والمهارة عند إسقاط المهاجم هذه السلالة مدربة على العض وتشبث ولديها قوة عض تصل إلى 195 رطلا لكل بوصة مربع وبالتالي إذا أمسك الكلب بساقك فلن يتركه بتاكيد بيرو دي بريسا كاناريو تعرف هذه السلالة ببساطة باسم دوغو كاناريو وهي أحد أقوى السلالات وأكثر وخطورة على هذا الكوكب حيث تمتلك السلالة كفوفا شبيهة بالقطط وتتحرك مثل القطي أيضا ولكنها لطيفة طالما أنها هادية لأن هذه الكلاب عدوانية ومخيفة وقوة عضاتها تبلغ 540 رطلا لكل بوصة مربع لدرجة يمكن للمالك المتمرس أن يواجه صعوبة في إدارة كلب واحد دوغو كاناريو تحتل رقم أربع في قيمة الهجوم بعد كلب روتويلر والراعي الألماني وبسبب تكاثر هذه السلالة ومزاجها تم حضرها في أستوراليا ونيوزيلاندا وكذلك بعض مناطق الولايات المتحدة شونغوينغا صينية أول شيء قد تتساءل عنه عندما ترى هذه السلالة لأول مرة هو ما الذي حدث لها قد لا تكون شونغوينغا صينية سلالة مميزة للنظر إليها لكنها صيادة بارعة طورت هذه السلالة بشكل طبيعي سماتا أكثر من 2000 سنة من التكاثر لاستياد الحيوانات الكبيرة مثل الخنازير البرية والجموس والغزلان ووحيد القرن والفيلة والنمور والذياب والكلب الذي يمكن استياده مثل هذه الحيوانات الخطرة يحتاج إلى ضعف القوة ولدى شونغوينغ صدر عريض وقوي وكمامة كبيرة مسطحة وكلاهما يجعلونه الشديد الصلابة على الرغم من صغر حجمه نسبيا حيث يترواح متوسط طول السلالة من 15 إلى 19 بوص عند الكتفين ويمكن أن تزن من 44 إلى 55 رطلا وللأسف تعتبر هذه السلالة نادرة مثل الباندا الصينية تقريبا حيث بقي أقل من 2000 كلب في العالم بأسرها يتم لأن تربية سلالات من الكلاب جديدة ذات عضلات ثقيلة مع طفرات جينية في عام 2015 قام فريق في الصين بإنشاء أول سلالة معدلة جينية في العالم تحتوي على ضعف كتلة العضلات لكلب منتظم بوليويبيت تتمتع بقدرة الركض جيدة للصيد والعمل مع الشرطة والجيشة وتسبب الطفرات جينية في هذه السلالة نقصا في مايو الساتين مما يؤدي إلى نمو عضلاتهم بشكل غير طبعي وتبدو هذه الكلاب مخيفة بعض الشيء مع عضلات الساق الخلفي الضخمة وعضلات الصدر والكاتف والراقب العملاقة واحدة من هذه الكلاب الشهيرة هي ويندي ذويبيت التي تزن 65 رطلا مكدسة بالكامل من كتلة العضلات كل أنواع الكلاب يمكن أن تصل سرعته إلى 35 ميلا في الساعة لكن بوليويبيت مع الطفرة الجينية الصحيحة تكون أسرع ومع مثل هذه العضلات القوية السريعة وقمة من الأنياب ستكون كلابا خطرة في حالة سيئة تخيل أن هذا النوع من تعديل جينات لدى البشر سيكون الأمر مخيفا بالطبع أمريكا بولي على رغم من المظهر المتشاب لبيتبول فإن هذا الصيف مختلف وهو الأكبر والأقوى كما تميشه السلالة لتكون عائلية كثيرا فهناك في الواقع ثلاث فئات من أمريكا بولي ولكن أكبر وهي كلاب كثيفة وعضلية مثرة للإعجاب عندما يتم تربية هذه الكلاب بشكل صحيح تكون قوية جدا ويمكنها تحرك بسرعة كبيرة حيث لها هيكل عظمي أثقل بكثير وهي كلاب متوسطة الحجم ذات كتلة واسعة وجبين أكبر كما يمكن أن يصل وزنهم إلى 150 رطلا وتحتوي الكلاب على قوة العظة تصل 305 أرطال كل بوص مربع أكثر بكثير من بيتبول لكن الحقيقة حول هذه السلالة هي أنها تتمتع بمزاج جيد حقا تجاه الناس والكلاب الأخرى بويربول هذه السلالة من الكلاب قوية ومهيمة وذكية مع غرائز مراقبة قوية ولا تفكر حتى في امتلاك كلبا واحدا إلا إذا كان لديك خبرة في تدريب الحيوانات انظر فقط إلى هذين الكلبين تخيل الآن أنك الشخص الذي يحاول تدريب هذه الوحوش الشرسة لقد تم تربية هذه السلالة في جنوب إفريقيا لاستياد الوسود والبابون وهي الأكثر رشاقة من بين جميع سلالات الكلاب الأخرى وإذا تم تعامل مع هذه الكلاب بشكل غير صحيح أو تدريبهم بشكل سيء فيمكنهم بسهولة تمزيق أوتار عضلاتك وحتى كسر عظامك إلى قسمين بلمسة من فكيهم يمكن أن يتروح وزن سلالات هذه الكلاب من 200 ريتل إلى 27 بوصة عند الكتفين ولديها قوة عظي تزيد عن 800 ريتل لكل بوصة مربعة ونأمل ألا تكون أبدا في موقف يحتج فيه الكلب لحمايتك لأنها لن تكون نهاية سعيدة بالنسبة لأي شخص وبسبب الطبيعة العدوانية لهذه السلالة والقدرة على إلحاق ضرر جسيم فإنها محظورة في العديد من البلدان مولوسو بريسا مايو هذه سلالة جديدة من الكلاب كانت مجرد مفهوم شاد مايو هو مرب الكلاب وقد بدأ في تاجين الكلاب الكبيرة مثل بول تيرير وأمريكان بولي وبريزا كاناريو والنتيجة هي كلب قوي كثيرا له صدر عريض ومليء بالعضلات ويمكن لذكور تزين ما بين 130 إلى 170 ريتل وبعض زمات التكاثر التي تتبعها هذه السلالة تشبه إلى حد ما الخصائص الجسدية للأسد سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تظهر هذه السلالة جديدة من الكلاب ومدى خطرات العمر بولي كوتا تتمتع هذه السلالة من باكستان بسمعات مخيفة تسحقها بجدارة وهي سلالة من الكلاب ذخمة وخطيرة تزين 150 إلى 170 ريتلا بقوة العضة تصل 124 ريتلا لكل بوسط مربع وهي ليست سلالة صالحة لمن يفتر وهي ليست سلالة صالحة لمن يفتقرون إلى الخبرة أو لضعاف القلوب فنظرا لحجمي وعدوانياتي لا يزال يتم استخدامها بشكل غير قانوني ككلاب القتال وحتى لو أمضيت بضع ساعات يوميا في تدريب هذه السلالة فقد جعلت ألاف سن مقاتلة ولا يمكنك تخلص من الجين القتالي تصاد كلاب بولي كوتا بشكل كبير وكانوا كلاب رائع جيدين كما أنه من الواضح أن سلالة رائعة للحراسة حيث تتميز بنباح عالي جدا وعدواني وإذا كان لديك كلب من هذه السلالة كحيوان أليف اكتب لنا في تعليقاتي كيف يتكيف مع الأسرة ترجمة نانسي قنقر